بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة الخمس والعشرين من يناير وتقدم رئيس مجلس الشيوخ في البرقية باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة القلبية للرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة تلك الذكرى الخالدة التي أثبت فيها رجال الشرطة شجعتهم في حماية أمن البلاد مشيرا إلى أن الذكرى تأتي تقديرا للجهود التي قاموا بها في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافا بتضحياتهم المستمرة في ضحض العنف كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ بقالص التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الخمس والعشرين من يناير تلك الثورة التي خرجت فيها جموع المصريين مطالبين بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ليحمي جيش مصر العظيم تلك المطالب إلى أن خرج الشعب في الثلاثين من يونيو لتصحيح المصار إلى ذلك بعث رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لوزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة مؤكدا أن رجال الشرطة جسدوا في هذه الذكرى أروع البطلات للحفاظ على أمن البلاد ولا يزالون يبذلون أقصى جهودهم لحماية الوطن